قشور البرتقال قشور البرتقال يوم جيت نختم معكم مجفف قشور البرتقال بيش نكهو به القاطو التارتيت البريوش المبرجة نستعمله في ماسكة التجميل نبدأ على براكت الله كما تشوفون هنا قشور البرتقال قشور البرتقال قشور البرتقال غسلتهم وقشرتهم كما راكم تلاحظوا هنا انا اخذت غر القشرة لا يجب ان اخذهم بذلك البيض بس كما راكم تلاحظوا تحبي بهذه الطريقة تحبي تبرشيها انا ديجاني خادمة من قبل بس كما دائما نخدم قشور البرتقال وقشور الليمون حبيت ان اخذت كمية اخرى ونشاركها معكم كما راكم تلاحظوا انا ديجاني اخذت قشور البرتقال قشرتهم وحطيتهم قدام الشوفاج باش يبسوا كما راكم تلاحظوا انا اخذوا اليوم واحد كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقة هامجفوا هاي كما راكم تشوفوا فيهم بعد ما تخذي البرتقال تعكوت وتغسليه وتقشريه ولا تبرشيه خلي القشور في غيناء وديريه في قدام الشوفاج لمدة 24 ساعة او للهواء نورمال عادي ميغة باش يغطيه باش يملكش الغبار او تقديريه في فورن يكون مسخنة من قبل انا هنا جام وجفف طبق نروح نرحيه في آلة القهوة ونعود نرجع لكم هاوليكم بعد ما رحيتوا في آلة القهوة هاك كما راكم تلاحظون تمنى تكون صورة واضحة اصبح بودرة بهذا الشكل ورحة البرتقال راهي دايرة حالة تمنى تكون صورة واضحة وتجربوها وتعطوني اراكم عليها يا اشبال اروا اذا كان في اللعنة العقابة اعطي واختصار بعد مايضين تنوى احبابا تطلبو هي البرتقال أتمنى اتعجبكم ترجمة ناري ارى في الأخير السلام شكرا